موسيقى يدرون انقطاع تام تكلل خدمات لا يتوفر سوى الحطب لأعداد الطعام بعد أن كانوا يستخدمون الحطب للتدفئة فقط تبدل حال السوريين فمع انقطاع الكهرباء المستمر منذ أكثر من عامين ومنع يوصول الوقود والغاز للمناطق المحررة أصبح السوريون يجهزون طعامهم ويقضون كل متطلبات حياتهم على نار الحطب صحيفة أوريانت نيت قالت في تقريرها إن النظام يمنع وصول استوانات الغاز إلى الريف المحرر ورغم ذلك هناك من يستطيع إيصالها لكن بسعر مرتفع يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية أحيانا وهذا ما لا يستطيع الفلاح البسيط دفعه خاصة بعدما أقدم النظام على إحراق البستين وحرم الأهالي من مصدر رزقهم ما دفعهم للاستعادة عنها بإشعال النار معتمدين على قطع أشجار الغابة عملية الاحتطاب جعلت الفلاحة يدفع فتورة مضاعفة فانشغاله الدائم بتأمين الحطب جعله يهمل زراعة أرضه لا سيما المحاصيل الشتوية وغرس البستين بشجر التفاح لتعويض محترق منها وهذا هو الوقت المناسب لذلك حيث يتزامن مع تزايد حاجته للحطب استعدادا لفصل الشتاء خسائر الفلاحين لم تقتصر على موسم واحد إلا في المحاصيل الشتوية أما تأخير غرس التفاحيات سينعكس عليهم سلبا في المستقبل فالغراس الجديدة تحتاج لسنوات عديدة حتى تغدو مؤهل للإثمار والعطاء وتأجيل غرسها لسنوات قادمة يرتب خسائر مضاعفة لا يدركها الفلاحون اليوم